والحقيقة المنظومة السياسية برمتها منظومة يعني ينتاب الفساد أنت تعرف من الصيلة المنظومة ينتاب الفساد في كل حلقة من حلقاتها ها؟ الكل؟ يعني كل المنظومة يعني والمنظومة جنة عبارة عن قوة سياسية تحكم وبالتالي سلطات أخرى وبالتالي قوة سياسية مؤسسات أخرى هما يتولون مسؤوليتها كل مشترك في الفساد؟ طبعاً لوما مشترك في الفساد كان هناك حلول كان الناس صارهم فريقين فريق للإصلاح حقيقي وفريق يدافع عن الفاسدين يش يوم عندك جزء كبير من القوة السياسية وكل قوة سياسية تتحدث عن ضرورة مواجهة ومحاربة هذا الحجي كل الناس تدعي بأنه تحارب الفساد وكل المؤسسات التيار الصدري في فترة من فترات رفع شعار الإصلاح من هو؟ التيار الصدري التيار الصدري خارج اللعبة الآن نحن نحكي عن القوة خارج اللعبة الآن طلع من اللعبة لأنه عنده شهة نظر ولا واحد يعوف 75 نائب في البرلمان وبالتالي من الممكن أن يستحوذ إذا مو على الحكومة على جل الوزارات إذن منظومة فساد هذه المنظومة فساد تعيق انتاج مؤسسات فاعلة لا بس أنت الآن تحدث به ما تقول للمنظومة المفروض نقول النظام فاسد جاي تقول الكل جاي تقول الكل هي مظلومة جماعية يعني الآن الآن رئيس وزراء منين ينتج من القوى السياسية مزيد القوى السياسية متهمة هل ساعة الآن يعني شلون تقدر مثلا السلطة القضائية الآن شلون تقدر تواجه السلطة التنفيذية بجمروتها ما تقدر تواجهها ما تقدر تواجهها لأنه أولا السلطة التنفيذية هي سلطة منتخبة شون السلطة التشريعية لأن لديها الأغلبية وبالتالي تبرق للبرلمان أي واحد يقف يريد يختط له خط آخر غير هذا الخط من الممكن مباشر يصوتون عليه ويقيلونه إذن نحن أمام منظومة ولذلك رئيس وزراء أي إن كان يبصيني يبصادي يبعين إختار من الأسماء أي اسم تختار لا يستطيع أن ينتج في ظل نظام سياسي بالعراق صحيح الثروة المالية هائلة لماذا لا ينتج؟ ما الآن ذكرت لك سيدة مدية في السنة الأولى العمل كان مختلف هذا ليس قياس يعني أنت سويت لك سويت لك شم نفق سويت لك أنت روح للعالم شوف شمسوية العراق الآن بالقياس لأقرانه من دول الخليج متأخر يعني عشرين سنة العالم قفز أولا إحنا خشينا بالحرب العراقية والحصار قفزوا الناس خمسين سنة خشينا بهذه المدة قفزوا الخمسين سنة الأخرى الآن فرق بينه وبين الدول المجاورة مئة عام روح شوف الخدمات وشوف الشغل يعني أنت تطلع تصور أنت تطلع من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ماكو تقاطع واحد أبد ماكو تقاطع ما تشوف حالة اصطدام وحده من قد السائق يعرف القانون التوجهات بحيث الأمور وكأنه الأمور المجتمع معاد إعداد إيه بس تجربة ما بعد عام 2003 بيها منجزات كثيرة على مستوى البنى التحتية تجربة ما بعد 2003 بيها منجزات كثيرة على مستوى البنى التحتية يعني تقسم منجزات منجزة الناس بغداد المفروض الآن الآن هاي بغداد اللي انت تشوفه الآن المفروض عجوبة زمانة لو تشوف الأموال المصروفة سواء كان من محافظة بغداد أو من أمانة بغداد أو من التخصصات العامة ويني؟ ولذلك الفساد أكل كل شيء رئيس وزراء يطلع الرواتر بس انت باتهامك لكل المنظومة انت تتهم نفسك طبعا احنا مسؤولين اخي احنا الآن جزء من منظومة العالم اللي تحملنا المسؤولية تقول يا ابن تكون شما انتجتوني انتوا انتجتوني لحد هالساعة احنا ما جاعد نعرف روسنا من شرعاني شلون التوجهات الطالب يخش للكلية ما يعرف وين المستقبل ماله العمل نسبة يعني نسبة 35% دون مستوى الفقر